دوز عن دكتور حمد الحمداوي نهضروا على العين في مجتمعنا ولا التقواس ولا كل واحد كيفاش كي يسمي وكان قولوا كيما قلت في تقديم العين كتهرس الحجار وقد دخول بنا دمن الأقبار وقد دير بزاف ديال المصائب نهضروا على هاد العين شلنا هي في المجتمع وش هي حقيقة ولا غير كانت وهموا بللي احنا متبوعين ومحضيين ومحل للنس عماما عندهم تشي شغل غير يحضيونا ونحضوا بعضياتنا شلو حقيقة يا هاد العين وكيف كيعرفو السادة النظارة الكرام ان العين هو اعتقاد هو سلوك يمارس هاد السلوكات كتطلع معانا في ديورنا في علاقتنا في التبريرات ديالنا في التفسيرات ديالنا كينف جميع الثقافة ديال العالم غير انه في بعض المجتمعات هذا الاعتقاد قوي بزاف على بعض المجتمعات لأسباب غد نشرحها علاش العين هي واحدة الاعتقاد ولا واحدة فعل موجود بفعل الممارسة اللي كانت طوارثوها جيلا بعد جيل هي حضرة كنفسروا بها فالثقافة ديالنا كنقولوا ان العين هي الحسد العين هي الشر العين هي الشيطان العين هي اللي كتجيبنا العكس والتابعة والخسارة والآفات ويقدر ديحت الموت وبالخصوص فاش كيجيو حد الانسان للدار كيكون عنده العينين خضر بالاساس بالالوان هاشي اه بالالوان مثلا في توركيا ولا في اليونان غالبا التفادي ديالناس اللي عندهم هذ الالوان في العينين لانه فاش كيشوف يقدر يرسل الاذا ويقدر يرسل ما يسمى بالشر وبالحسد هادش اعتقد اعتقد في التبرير العلمي ولا في التفسير دراسة الايطنغرافية والدراسة الانتروبولوجية اللي بالاساس اهتمت بالهذا المجال لقات انها ممارسة حتى لي في استراوس صدر على هاد مسألة انها ممارسة خرافية غيبية هي فيها ما يسمى بالايحة امام ضعف ما يسمى بهذا الضواير فالانسان فاش كيكون ضعيف ولا كيكون كيصادف بحال اللي اسمعنا في الحالات كيصادف هذ الافعال السلبية كيعطيها التبرير ديال العين اذن كل شيء كان بروه بالعين الحاسودة العين الشيطانية العين القبيحة العين التابعة العين اللي كتسد الميبان والعين اللي هي تقدر تأدي بنا الفلسطان نعم واخر شكرا دكتور الحمدوي ما زال نكمل حديثنا طيب مشاهدينا نتوقفوا لحظات مع الفرص الاعلاني ونرجع نكمل قصة الناس